معاملة اللئيم رأى الناس في مصر عالما من قريش مدلس يجعن يعطيهم بالتعليم وصلي فلا يرون أحسن صلاة بين صلاة وإلى حدث فلا يسمعون أعظم حديث من حديث وكان لابد أن يغضى المالكيون خفهم مكانات مربوحية كما كانوا من قبل وأصلى فتيان ابن السمح الفقه المالكي في الجدد والقصومة في مناظرة وجه إلى ابن إديس كلاما لا يصح أن يقال في عالم أمير مصر بالأمر فعاقب بالسمح عقابا شديدا زيجرة ولكن تلاميذ فتيان كان أخذ يطاردون كل من يذهب إلى حرق الشفعي لقد تعرض الشفعي الكثير في بيتين يتشف لنا عن موقفه ممن كانوا يتطاورون عليه كل بما شئت في مسبة عرضي فسكوتي عن النئيم جواب ما أنا عادم جوابي ولكن ما ضر الأسد أن تجيب الكلاب وراق تقول لا يدع أجابة الأئيم وخير الشرفاء نوفر وقتهم وجهدهم فلا وقت للضياع وسوف تظل قافلة العلم في مسيرتها لا يضرها نباح الكلاب قافية التال كان الشفعي رجال الله عنه رياضيا تعلم عنه ما يتوقع بها وأجادها قد نقل أستوى الرياضيين لموجانا الضم إلى حلبتان واسع الصدر إزاء معارضي هي مخطوعة من أربعة أبيات تحدثنا عن رواحة نفسية العنيقة التي يجدها في معاملة عدائي ترى كيف كان يعمله لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي حين رؤيته عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وإظهر البشر الإنسان أضغضه كما إن قد حشق قلبي محبات الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات وراء تقول أمر الناس محي فقربهم داء واعتزالهم أعداء فكيف يقول اللقاء أقول اقترأ أربعة الأبيات تجد من يلوح نفسك من هم العداوات هكذا القرامات كان الشفعي رجال الله عنه أسخى الناس بما يجد قال لما يمشق الشيء من شراحة ويقول الربيع كان الشفعي إذا سأله الإنسان شيئا يحمر وجهه حياء من السائل ويبادر بيعطائه إنه لواف الاعتذار لمن جاء يسأله إحدى المصيبات فلكم يتمنى أن يكون تحت يده من المال ما يمنحه لولئك الذين يحسبوه من جاء الأغناء وقال صدق فيه قول القائم لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله ما يحدشن عن تجربة المعيشها مع أهل المرؤة المتحسن على نفات فتعال إليه يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المرؤات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات أداب التعلم في المدى الشفائي على جاء المال ولزمه حتى مال ومن قبل خرج المكة فلزم حوثينا في المرؤة فتعلموا كلامها ويأخذوا طباعها وكانت أفصح العرب وقد دقي فيهم سبعة عشر سنة يرحلوا برحييهم وينزد نجوههم وذات يوم مر به رجل من الزرينيين من بني عبد فقال له يا أبا عبد الله عز علي أن لا يكون مع هذه النغة وهذه الفصاحة والذكاة فتقوم قد ست أهل زمانك فقلت فمن دقي نقصه فقال لي مالك بن أنا السيد المسلمين يوم إيد فذهب إليه وتلقى العلم على يديه هنا يحدثنا عن آداب التعلم وبناء الذات ولا ينبئك مثل قبيل اسبر على مرء الجفى من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا جوافاته وذات الفتاة والله بالعلم والثقاء إذا لم يكون لا اعتبار لذاته الصديق المثالي ما أكثر الإخوة لحين عندهم ولكن لهم في النائبات قليل نعم أهل الثقاء قليلون بل هم نادرون ولا كم يتمنى الشفعي أن يجد الصديق لك وهو على أتم الاستعداد ليقاسمه ما له من الحسنة ولكن ماذا يحجب الشفعية في الصديق وأي الصفات ينبغي أن تروفع فيه أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضير الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات فصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي ورقة تقول نعم الصديق الحق من تتكر أقلاقه مع أقلاقي ويجد الطرف عن عثراتي ويحفظني حيا ميتا ولكني لا أتطلبونه أن يوافقني في كل أمر أريده فربما كنت مقتئا وعليه أن يردني إلى الصلاة أشحة على الخير هناك صنف من الناس كانوا صامتين لا يسمع لهم صوت فلما ملكوا دراهم رطقوا وصلت القائل فهي اللي سعمل من أراده صاحة ترى هل أصبح لهذا الصنف دور في مجتمعهم فعطفوا على من يستحقون الفضل وأسهمه في عمل الخير وخير العمل حدثنا عبد الله الأصفهاني حدثنا أبو نصر قال سمعت أبا عبد الله بن أخي وحد يقول سمعت الشفعي يقول وأنطقت الضراه بعد صمت هناسا بعد ما كانوا سكوتا فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة سبوتا وغلاقة تقول لقد جاء في الأثر وعسته لتم مكارم الأخلاق والمكارم جاء مقامة والمكرمة فعلا خير فليستحق أولئك ما أنعم الله عليهم به من دراهم وما قيمة المال إذا لم ينتفع به صحبه وينفع الناس وأن هؤلاء الأشحاء مسلمون حقا وحق الرجال من أولئك الذين يعلق عليهم الآمان لا شك أنهم القرمان وهم النبي يخصوهم طلاب الخير ويروم الناس المكارم عندهم وأكرم الشفعي من بلال الله بيته وهو في نظر الشفعي كالأسد يحمل مال والأرض والتراس والأرض ولقد كان بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه توقف عليها الأموال وتجري على طلابها الأرزاق فثوابها دائم وأجرها لينقطع في الحياة وبعد المال يقول الأموال الشفعي إذا عرمت المكارم كريم فيمن من بنى لله بيته فذاك الليث من يحمي حماة ويكرم ضيفه حيا وميته يقول أهل اللغة رغم الشيء قصده وطلبه يمما أي أقصد واتجه المكارم الجوانب الخير المحمودة جميع مقربة الليث الأسد الحمى ما يجب عن الإنسان حمايا من نال وعرض وأرض الصفح الجميل الصفح أبلغ من العفو وأعلى منه درجة وقد يعفو الإنسان ولا يصفح وإذا وصف الجمال في القرآن الصفح الجميل صار أبلغ وأفوأ وفي مجال التجاوز عن الدم والإعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشفعي وقينا المثل فيقول من نال مني أو على قد ذمته أبرأته لله شاكر منته أرى معوق مؤمن يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمته نال مني أي سبني وقع في أرض أبرأته سامحته وصبحته مننا الإحسان والنعم وجمعها منهم معوق مانع ووقت مع النص لقد وضح الشفعي موقفهم أنه ينون منه أو يعلق بذمتهم أمرا من أموره إنه يصفح عنهم أو يبرؤ زمتهم مما له عندهم راض من نفس شاك بالله الذي أداح له ذلك فيعود فيكشف لنا عند وافع ذلك الصفحة بالنعم إنه إذا لم يصفح عن حال ذلك دون دخوله الجنة وهو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك سوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجو الأمة أن تقول جميعا إن الشفعية لسائل في إنكار نفسه أعرى معوق مؤمنين يوم الجزاء إن هذا لما لا أرضاه نفسه أأسوء محملا في أمته وهذا لما لا أرضاه نفسه ولا لغير من أجل هذا أعلنت في الناس مسلكي ووقفي وجهة نظري فال قلبه الكبير الذي تسعى للكثير متى يكون السقوط من ذلك؟ النص صنفان عقلاء وصفهاء النص صنفان عقلاء وصفهاء والحياة تحلو مع العقلاء يسلوها المنطف وطرف عليها سعالة حسن اللقاء أما السفهاء فإن الطيشة من لكم والجهد وسيطر عقلاء ويد أحدهم لو يستدريجك لينالني فحزاني أن تعطيه الفرصة وأغلق في وجهه ذا بالتفاهم فإنك إنك لم تعطي طب الفرصة للنيلة منك وبرجت عنك وعن إذن لا ترمن إلا نفسه دع الكمد والغيض يحرقان قلبه فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله وليكن شعارك مع السفهاء قل موت بغيضك وها هي تجربة الإنم الشفعي صغى في بيتين إذا رضق السفي فلا تجبه فخير من إجابته السقوط فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كما ذن يموت فضاة الدهل الحديث الشريف الذي أخرجه الباقي من حديث بريدة الفضاة الثلاثة قاد انقضى بغير الحق ويعلم فذاك في النار وقاد انقضى ولا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار وقاد انقضى بالحق فذاك في النار فالقضاء مهمة صعبة ويا ويل من يضي إنه يبيع دينهم بنيانا فما ربحت تجارته والشفعي حديثنا عن أولئك الظليم فيقول قضاة الدهل قد ضلوا فقد لانت خسارتهم فما يعدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم المخرج من النوازل قاطئة الدنيا أكثر الشبائد ليتنزل الدنيا والمصائب التي تحل علينا والعقادات والعوائب التي تعطلت طريقنا والمعضلات والمصائب التي تواجهنا ونحارف حليها وابتنيازها وتعمى أبصارنا وفديق الدنيا في علينا ونجرب أسعب حسر وكملا ويدب اليأسى إلى نفسنا دون أن نتبه إلى الله فهو وحده فهو وحده بفرد الغروب واشتدت أزمة إلا وكان لها المخرج منها عنده ولمشيح يزكو تجربته في هذا المجال فالرب نازلت نضيق بها الفتاة فرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت فقمت أظنها لا تفرج فلنازلت على المصيبة الشديدة الذرع الطاقة والوسع وضاق بها ذرعا أن لا نقبل على تحكمت حلقاتها أي قبل حلقات الدرع الحلقات وغم حلقات بسكون إلاه والمراض أنها نازلت عداوة الشعراء وهناك ثمانية وهذه أبيات ثمانية ذكرى ابن خلكان في ترجمته للشفاية في كتابه وفي إيات الأعيان وقال ومن المنسوم إليه ولكن محمد ريض وجد صاحب المعارف القرب ناشرين أورضها قائلا ومنشئده ومع هذا في السمعانين أنشدها في المزيل شاعر ورد على الصاحب المعباد فلم يرى منه درعا فكتبها إليه فجاءه وعتذر إليه وبرح إنما ذكر السمعانين لأما تدمرته الأبيات الثمانية فلعل الشفاية كان يرددها عليسو القائل ولولا الشعر والعلماء يزري لكنك اليوم أشعر من نبيلي وليك الأبيات التي قال ابن خلكان أنها نسبب إليه ماذا أقول ماذا أقول ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سيل كيف معاده ومعاده أيقول جاوزت الفرات ولم أن الحيا لديه وقد طغت أمواجه ورقيت في درج العلا فرضايقت عما أريد شعابه وفجاجه ويتخبرن خصاصتي بتملقي ولماء يخبر عن قداه جزاجه عن الشعر عندي يواقيت القريل وذره وعلي إكليل الكلام وتاجه تربى على رود الربى أزهاره ويرف في نادي الندى بلاجه والشعر المنطق أسود سالق والشعر منه لعابه ومجاجه وعداوة وعداوة الشعر وسدد السبب ثم يعود فيقول إن حاجاتي وسوء حالي لخير دليل على فقر واحتياجي يبدو ذلك واضحا كما يبدو قزى الماء وشوائبه من وراء آنياته السجاجية ثم يعزي نفسه ما عنده مهددا ذاك الكريم ما يجلوه على نفسه من عداوة الشعراء وعلى مصيره فيقول عندي جواهر ودرر وعلي أكليل الكلام وتاجه مما يزيد جمالا عن روض الربى وأزهاره ورطقة الهجاء داجه وإلى جانب هذا فالشاعر المقتدر ثعبان أسود شرس ينفذ ثم وعلى ذلك فعداوة الشعراء ذا معضل يصعب شفاؤه على غير الكريم فإن ذاك منا يحوي عليه سيل النغويات سيل يعني سؤل ونقول سلع ما بدل معاده عوده ورجوعه معاده المكان الذي يعاج إليه ويقام به وعاج يعني رجع ريا لم أرتوي من عطش رقيق فقصط الشعاب جمع الشعب الطريق الضيق والفجاد جمع فجأ الطريق الواسع الخصاصة الجوع والتملق والفقر والقضاء يعني السواب والأوسيا القرير الشعب اليواقيد أحجار كريمة والتي يصاب توضع على الرأس مجنوط بالأحجار فرب أن تزيد الربا الأماكن العمية حيث يكون زرها وزهرها أكثر جمال وتألقها المنطيق الفصيح الجليل السالح الذي قرض من جين به وهو شر المجاج ما يخرج من الفم والمعضو ما يصعب شيخ العمية